أعرب رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام عن شكره لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي وأضاف رئيس حزب العدل أن القرار يأتي استمرارا لتفعيل لجنة العفو الرئاسي والذي بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنصيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب وأكد أن الفترة الماضية سوف تتوالى قرارات العفو الرئاسي والتي تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسة عمل الحوار الوطني